كلم عن المؤسسة لأنه إحنا لو حرك بتتكلمي مع عيلة عندها مشكلة المرض النفسي في العيلة هتلاقي أنه العيلة مش بس بيبقى عندها إنكار لا هي بتدور على أي نشاط تعمله تاني يصرف انتباهها عن المشكلة يبعدنا عن التفكير في الموضوع برضو برجع لفكرة أنه كل اللي بتعمليه كل يوم الصبح هو مرتبط برامي المؤسسة أو الاثنين واحد أنت شايفة الاثنين واحد فيه ناس قالتلي يعني بلاش تتجهي لأنه أنت عملت لفي في نفس الدايرة بس أنا شايفة لأ أنه أنا آه في نفس الدايرة بس أنا بحاول أن أنا أخلق من محناتي دي طريق أمل لناس كتيرة جدا يعني أنا وحقولي القصة دي الحقيقة كنت فيه لقاء واللقاء ده كنت بكلم فيه طبعا عن القصة بتاعتي وهذه التجربة والمرض النفسي وبعد لما خلص أحد الأشخاص اللي كانوا حاضرين جاء وقال لي أنا بس يعني يا معلي الوزيرة عايز أقولك أنه أنا زي رام فأنا قلت له يعني زي رامي ازاي فقال لي أنا شيزوفرينيا ومحدش يعرف أن أنا شيزوفرينيا بس أنا مش جاي علشان أقولك ده بس أنا جاي أقولك أنه أنا قررت أخدت قرار أن أنا واقف الدواء لي دايما مشكلة المريض النفسي طبعا إنما بعد لما حكيتي وبعد لما كلمتي أنا جاي أقولك أنه أنا قررت أن أنا أرجع الدواء الدواء ورد فسألته ليه كنت عايز توقف الدواء قال لي علشان أنا مفتقد اللي كانوا بيكلموني المشكلة موجودة المشكلة إحنا مش عايزين نواجه المشكلة إحنا عندنا واجهة اجتماعية بنحافظ عليها المشكلة إنه إحنا لابد إن إحنا نفرق إنه المرض النفسي مش عقب من ربنا ما هواش نقص إيمان لأ ده مرض زي وزي أي مرض عضوي فمن مؤسسة تفهم أنا مش بكلم المريض كمؤسسة أنا بكلم من الأسرة قدوا بالكو بلاش الدينايل بلاش الإنكار لابد إن إحنا أي حاجة الولاد يقولوها ما ناخدهاش أو إن إحنا ناخدها باستخفاف أو قصدين إن إحنا ما نفهمهاش أو مش عايزين نفهم مش عايزين نفهم مش عايزين نفهم فعشان كده بقول هو شغل مجتمع أكتر ما هو شغل مؤسسة واحدة وظيفة أو عمل الوزيرة سهلك الأمور الشوافة الجماعية في المؤسسة طبعا سهلك طبعا لأنه أنا لما أجي أكلم مثلا مع وزير الصحة علشان زيارات مستشفى العباسية دكتور خالد زميل وصديق وأخ لما أجي أنا أكلمه كوزيرة سابقة بالتأكيد بيسمعلي لو أنا أم عادية وعايزة أروح العباسية وعايزة أعمل حاجات في العباسية ممكن محدش يسمعلي فبالتأكيد عشان كده أنا قلت في البداية إنه السبع سنين اللي أنا قضيتهم كوزيرة كانوا تحضير لمرحلة ما بعد كده لما أتكلم مع وزير التربية والتعليم عشان أقول له عايزين نضرب الأخصائيين النفسيين على المرض النفسي لما أكلم وزيرة البيئة عشان أقول له إحنا عايزين نخرج المرضى لنفسيين ونوديهم محمية يشموا هوى جديد وتغيير كل ده عشان وزيرة سابق ترجمة نانسي قنقر